السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات تفضلي يا نور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته زادك الله من علمي يا شيخ وجزاك الله خير حضرتك وكل القائمين على برنامجك آمين يعني استفدنا كثير من هذا البرنامج الحمد لله يا شيخ أندي خمسة أسئلة لو تكرمت تفضلي يا شيخ سؤال الأول يا شيخ إحنا من زمان لما قرنا علم التجويد يعني في أحكام الاستعاذة والبسملة في بداية كل سورة يعني شيخ نعلمونا أنه لما نقرأ القرآن في بداية السورة نستعيذ ثم نبسمي أما إذا قرأنا القرآن من النصف أو قرأنا بعض الآيات فننظر إلى الآيات التي نقرأها إذا قرأنا الآيات يعني كانت تبدأ بالشيطان أو بالمنافقين أو شيء من هذا القبيل فإننا نستعيذ فقط أما إذا قرأنا بآيات يعني بدأنا بآيات تبدأ بإسم الله أو صفاته أو بآيات يعود وصمير بها إلى الله فإننا نستعيذ ونبسمي وأنا سمعت من حضرتك في عدة مرات إننا نستعيذ فقط فيا شيخ إيهما الأصحب وماذا علينا أن نعمل هل نستعيذ فقط أو نستعيذ أو نبسمي إن شاء الله سؤال الثانية يا شيخ عند قراء يعني عند الصلاة في بداية الصلاة بعد الفاتحة يعني عند الدعاء الاستبتاح نستعيذ ثم نبسمي ثم بقية الركعات نبسمي فقط طيب يا شيخ إذا قرأنا بعض الآيات بعض صورة الفاتحة يعني ليس ببداية الصورة نستعيذ أو نبسمي فقط آيات اللي بعد الفاتحة نعم يا شيخ إن شاء الله يعني هو إحنا نستعي فقط في بداية إن شاء الله في بداية الصلاة إن شاء الله سؤال الثانية يا شيخ أنا يعني تحدثت معك سابقا يعني قلت إنه أنا مريضة وبسبب ما ربي أتافر كثير لخارج البلاد وكل ما أتافر يا شيخ فإني يعني الصلوات أقصرها وأجمعها بحسب يعني الوقت يا شيخ في أحيانا كثيرة أن أكون يعني لما أصلي صلوات إذا أجمعها كنت أعمل خطأ يعني ما كنت أعرف هذا الشيء كنت أصلي صلاة العشاء وخصوصا العشاء كنت أصلي صلاة العشاء في وقت الإشاء وكاعتين ثم بعد ذلك أصلي صلاة المغرب أنا يعني مؤخرا أعرف إنه لا تم الصلوات تكون بالترتيب فماذا أفعل في هذه الحالة يا شيخ وأنا في سنوات كثيرة يعني كل ما أسافر على هذا النحو أصليه أصلا ما أعرف عدد الصلوات اللي صليتها بهذا الحال يعني يعني أنت في السفر تقدمين العشاء على المغرب بالضبط لا شيخ يعني كنت أعرف كنت أصلي في وقت الإشاء صلاة العشاء وكاعتين ثم صلاة المغرب بعدها في هذه الحالة ماذا أفعل يعني هل علي أن أقصر وأنت بهذه الحالة كنت مسافي يعني جمعتي وأنت في السفر نعم يا شيخ فقط في السفر يعني أقصر وأجمالي أنه أنا كنت أكون في المستشفى وأعمل فحصاته هذا لهذا السبب يعني أما غير أوقات كنت فقط يعني أقصر إذا أني وقت يعني في وقت الصلاة تذكرين عدد الصلوات هذه لا والله يا شيخ يعني أنا في سنوات أنا يعني يعني مو السنة والسنتين أو مرة ومرتين يعني سنوات طويلة يعني ممكن خمسة سنوات وأكثر بس أنت الخمسة سنوات كلها ما كنت مسافر يعني سافرين أحيانا يعني في العام أحيانا بالضبط طي يعني مرتين ثلاث مرات في السنة وكل مرة مثلا على حسب أسبوع أسبوعين أو أكثر يعني على حسب وهذه العيشة والمغرب فقط أما الظهر والعصر في وقتها في أوقاتها نعم نعم طيب لأنه أنا كنت أكون في الفحصات وهذا الشيخ وفي المستشفى واضح أختي واضح أبشر إن شاء الله عطينا السؤال الرابع السؤال الرابع يا شيخ أنا أصلت فيك العام الماضي وحكيت لك على مرضي وقلت أنه يعني أرفت أنه بسبب السحر وحضرت لك نصحتني وأنا عملت بكل شيء يعني الحمد لله متوكل على رب العالمين وصر لي سنتين أنا بعالج من السحر بكل الطرق الشرعية السياسيخ يعني ما زال السحر موجود وأحيانا يعني أكثر لمدة قصيرة حالتي فجأة وما أعرف سبب تأخر يعني 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 سبب الشفاء من السحر ما هو السبب لأن رغم أني يعني يعني متهكل على ربي وأعرف أنه هذا الأسباب الشرعية يعني اللي نقوم بها الرقية وغير الشغلات يعني كلها يعني مجرد أسباب أن الشفاء من عند رب العالمين أكيد وأنا عمل هذا الشيء ويقينا أعرف أنه رب العالمين من عنده شفاء نعم شعلا شعلا السحر موجود شعلا شعلا وآخر سؤالي يا شيخ نعم يا شيخ وأنا كنت حافظة للقرآن وكنت دائما أصلي صرواج خصوصا قيام الليل يعني أصلي بالثورة الطويلة وكنت أقرأها ما عندي مشكلة بس مؤخرا يا شيخ صار عندي مشكلة غريبة جدا وبدأت من رمضان إنه لما أصلي يعني أنسى كل القرآن يعني وكأنهم ما قرأت في يوم ولا حفظت في يوم شيء من القرآن يعني يا شيخ حتى سورة البقرة يعني في اليوم أقرأ مرتين أو ثلاثة يعني وأنا حافظتها يعني أجي أصلي أريد أقرأ ما أذكر ولا شيء يعني أستعيذ بالله وأجي بالقرآن قبل الصلاة وأقرأها يعني مرة ثانية أراجعها أقول يمكن يكون هذا السبب أنه رغم أني دائما أراجع ثم أجي يعني أكبر وأجي للصلاة ما أذكر ولا شيء طيب ها بش رياحة نور يا شيخ يعني عفو بس أطول بس حتى الفاتحة أنساها يا شيخ وأنا مش موسوسة والحمد لله أستعيذ بالله كثيرا داخل الصلاة وخارج الصلاة بس يا شيخ زاد الأمر علي يعني وصل حد أنه في صلاة أتأثر كثيرا وهذا يأثر عليه لأنه كنت برتاح كثيرا خصوصا في صلاة قيام الله الآن يا شيخ ثم من أنسى ما أذكر يعني حتى أروح للسجود ما أعرف ليش إيش لازم أقول وتصيبني حالة يعني صداع شديد جدا هذا في قيام الله فقط في صلاوات الأخرى يا شيخ الصور القصيرة يعني يعني ما أقرأها يعني وأعيدها كثيرا تصير عندي هذا الشي بس مش مثل الصور الطوال والقيام الليل لأن قيامة الليل أطول فيها نعم نعم واضح أبشر يا أختي نور أبشر إن شاء الله يصبح أصباح يعني بشكل صغيع يا شيخ إن شاء الله أبشر يا نور أبشر ما أرى شيئا إن شاء الله يا أختي نور أبشر أهلا وسهلا فضل يا أم مريم عليكم السلام أهلا لديك أسئلة من رمضان لكن لديك أسئلة من رمضان لكن لديك فرصة أن ربط الخط معكم هناك أخت سألت في رمضان كانت تصلي التروح في المسجد لكن تحمل الكتاب القرآن وكانت نويها ختمة هي من بداية رمضان إلى آخر رمضان فهل تحسب لها ختمة حتى في الصلاة المفروضة سؤال تاني يا شيخ بالنسبة للأخي يسأل بالنسبة للصلاة النافلة هذا نفس الأذكار تحية الإبراهيمية والأذكار من بعد الصلاة يسأل هل في الصلاة المكتوبة كذلك في الصلاة في النافلة طيب بالنسبة للشيخ أنا أقرأ القرآن الحمد لله قرأ كثيرا لكن عندي صعوبة في الحفظ هل أنا آثمة أحفظ وأنسى هل الأفضل أن أقرأ الورد اليومي يوميا أقرأ القرآن ما يجب أن أحفظ كذلك أنا عندي صعوبة في الحفظ طيب سؤال أخير يا شيخ برك الله أنا عندي مجموعة إخوتي الدكور وإنات إخوتي الإنات والذكور إخوتي أنا اقترحت عليهم والله ألم أن هذا يجوز أم لا قلتم العود فلنا أن نتكلم كل يوم عن الأحوال والأمر وكل شيء لماذا نعمل ختمة مثلا أخي الأكبر يقرأ وجه أخي الثاني يقرأ وجه ونأوجه الأخوات كذلك حتى نختم القرآن في نفس المجلس نقرأ كل يوم نقرأ ثلاث أوجه أو أربعة أجه هل هذا يجوز أم لا يا شيخ يعني في مجلس واحد ولا عبر وسائل التواصل عبر الواتساب شيخي عبر الواتساب عبر الزوم عفونا عبر الزوم لا نسكن في نفس الدولة إن شاء الله أبشر يوم مريم الله يكرمك يا شيخ بارك الله فيك حياكم الله طيب عندي سؤال من إحدى الأخوات من الصم قبل ما أجيب على سؤال الأخت أم أحمد من دبي اللي ما استطعت الإجابة على سؤالها بالأمس بسبب ضيق تقول الوقت تقول إحدى الأخوات هي تسأل المعنى الصبر تقول يعني مثلا هل عدم الزواج والصبر على ذلك وعده من الصبر يعني ذكرت تقول يعني هناك إشكالية في مفهوم معنى الصبر وبعض النساء يعني يتكلمون في هذا الجانب تريد توضيح معنى الصبر أختي الفاضلة بارك الله فيك الصبر عبادة من أجل العبادات ومن أعظم مقامات العبودية لله سبحانه وتعالى ولذلك الله عز وجل أمر بالصبر ودعا إليه وأحب الصابرين وهو مع الصابرين سبحانه وتعالى وجعل من صفات أنبيائه ورسله أنهم يتخلقون بخلق الصبر فهم أولو صبر أولو عزم وخص الله عز وجل خمسة منهم وهم أولو العزم من الرسل الذين بلغ عندهم الصبر مبلغ عظيم عليهم الصلاة والسلام ولذلك الصبر يا أختي الفاضلة هذا من أجل العبادات وأفضل الطاعات ومن أعلى القربات عند الله عز وجل ومما يدل على ذلك أن الله تعالى يعطي الصابر أجره بغير حساب قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجره بغير حساب فالصابر هذا أجره مفتوح مثل ما يقولون تجد بعض العبادات الأجر واضح ومعلوم أما الصابر فأجره مفتوح يعني الله عز وجل يعطيه من الثباب والأجر العظيم الذي لا حد له قال سبحانه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب والصبر على ثلاثة أقسام باستقراء نصوص القرآن والسنة قال العلماء بأن الصبر على ثلاثة أقسام النوع الأول أو القسم الأول صبر على طاعة الله صبر على طاعة الله وكل ما أمر الله عز وجل به وما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى صبر وذلك يجب على المسلم أن يصبر على طاعة الله وعلى عبادة الله الوضوء يحتاج صبر الاغتسال يحتاج صبر الصلاة يحتاج صبر الصيام يحتاج صبر لأن الصيام يسميه العوام الصبر شهر الصبر يقولون شهر رمضان شهر الصبر يحتاج إلى صبر الزكاة يحتاج إلى صبر لأنها إخراج المال مخالف لما جبلت عليه النفوس من محبة المال الحج جهاد يحتاج إلى الصبر لأنه انتقال من بلد إلى بلد آخر إلى البلد المحرمة بر الوالدين يحتاج إلى الصبر صلة الأرحام يحتاج إلى الصبر جميع العبادات والطاعة طلب العلم الشرعي يحتاج إلى صبر يحتاج إلى تعب وصبر وشيء من هذا القبيل القسم الثاني صبر عن معصية الله فكل ما نهى الله عنه جل وعلا وكل ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام يجب على المسلم أن يصبر عنه لأن هناك أشياء هي مما تميل إليها النفس وترغبها النفس يعني هذه المحرمات فحينما يأتي الصبر يحول بين الإنسان وبين أن يقع في هذه المحرمات ولذلك الزنا وشرب الخمر وأكل الربا وبقية المحرمات هذه جميعها تحتاج إلى صبر صبر فلذلك الإنسان مأمور بأن يصبر عن معصية الله سبحانه وتعالى القسم الثالث صبر على أقدار الله المؤلمة فالله جل وعلا قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين بشر الصابرين الذين يصبرون على هذه المصائب والابتلاءات النبي عليه الصلاة والسلام قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له يعني هو ما بين نعمتين نعمة الشكر ونعمة الصبر الصبر في الضراء الصبر في الضراء ولذلك لما مر النبي عليه الصلاة والسلام على امرأة تبكي على قبر قال يعني اتق الله واصبره قالت إليك عني فإنك لم تصب مصابي فلما أخبرت بأنه النبي عليه الصلاة والسلام ذهبت إليه تعتذر ماذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى إنما الصبر عند الصدمة الأولى ولذلك أخت الفاضلة المرأة التي ما تقدم لها عريس مثلا تصبر تقول الحمد لله هذا قدر الله هذا قضاء الله هذا أمر الله سبحانه وتعالى تصبر وتحتسب أما أنها تترك الزواج ولا تريد الزواج تقول أصبر على العزوبية هذا على خلاف ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك دين الإسلام يدعو إلى الزواج دين الإسلام يدعو إلى الزواج فالشاب يقول أنا والله أريد أن أصبر عن الزواج ما أريد الزواج أريد أن أقوم الليل وأصوم النهار نقول أنت على خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام امرأة تقول أنا ما أريد الزواج أنا أريد أتفرغ لنفسي نقول أنت على غير ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله سلم مثلا لأن السؤال جاء بذكر الزواج فلابد أن نفهم هذه القضايا والصبر هو حبس النفس أن الإنسان لا بد أن يحبس نفسه طبعا أغلب الناس يقولك أنا أصبر متى يختبرون عندما يأتي الأمر أو النهي أو الابتلاء هنا يحصل الاختبار الحقيقي بارك الله فيك أم أحمد من دبي تقول أنا زكاة الفطر أخرجتها لأناس وقالوا لبعض الناس بأن زكاة الفطر كل واحد يدفع عن نفسه يعني ما حكم ذلك أختي أم أحمد من دبي بارك الله فيك بالنسبة لزكاة الفطر فريضة واجبة فرضها النبي عليه الصلاة والسلام على كل مسلم ذكر كان أو أنثى صغير أو كبير حر أو عبد هؤلاء كلهم يجب عليهم أن يخرجوا زكاة الفطر و بالنسبة للرجل يخرج عن نفسه و عن من يعول من زوجة وأولاد مثلا قصر هؤلاء كلهم مسؤولون أو هؤلاء كلهم مسؤول عنهم الأب في بيته فهو يخرج عن زوجته يخرج عن أولاده أما إذا كان رجل عنده أولاد قد تزوجوا مثلا أو أولاد توظفوا مثلا فالأفضل أن كل شخص يخرج عن نفسه هذا هو الأفضل أن يخرج كل شخص عن نفسه يعني شخص الآن عنده ولد موظف مثلا هذا الولد هو الذي يدفع عن نفسه الزكاة عنده ولد متزوج و عنده أسرة هو الولد و يدفع عن زوجته و عن أسرته ما يتحمل الأب لكن لو تبرع الأب مثلا و قال لأولاده أنا بطلع زكاة الفطر و يطلب منهم أن يستحضروا النية خاصة البالغين يعني المقتدرين ليس بشرط أن يكون بالغا لا مقتدر عنده قدرة مالية على دفع زكاة الفطر فيقول الأب أنا أخرج عنكم يجوز في هذه الحالة على أن يخبرهم حتى يستحضروا النية لأن زكاة الفطر واجبة و لذلك تحتاج إلى نية فلعل بعض الناس يوم أحمد اختلط عليه الأمر و سمع فتوى من هنا أو كلام من هنا و التبس عليه الأمر لا هو الإنسان يخرج عن نفسه و عن زوجته و عن أولاده عند أولاد موظفين عند أولاد مستقلين لا هؤلاء يخرجون عن أنفسهم نور من العراق تقول تعلمنا من شيوخنا بما يتعلق بقراءة القرآن أننا نستعيد بالله تعالى ثم نبسمل و إذا جئنا نقرأ من وسط السورة مثلا و كانت الآية في بداية ذكر الشيطان نستعيد و إذا كان مثلا ذكر آيات الضمير فيها يعود إلى الله عز وجل نستعيد و نبسمل أختي نور بارك الله فيك و رضي الله عنك بالنسبة للإستعاذة و البسملة في القراءة خارج الصلاة و ترتيبها كالتالي أولا لابد أن نعلم بأن الله تعالى أمرنا إذا قرأنا القرآن أن نستعيد في أوله و لذلك قال جل وعلا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فالإنسان عندما يريد القراءة يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هكذا في بداية القراءة بالنسبة للبسملة تكون في أول السور فإذا جئت مثلا تقرأين البقرة مثلا تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لأن البسملة آية مستقلة نزلت الفصل بين السور و إذا أردت أن تقرأ من وسط السورة فإنك تستعيدين فقط لماذا لأن بداية قراءة و الله جل وعلا قال و إذا قرأت القرآن فاستعذ بمعنى أن الإنسان إذا أراد أن يبدأ قراءة القرآن ينظر إلى حاله فإذا كان من أول السورة يستعيد و يبسمل إذا كان يريد أن يكمل قراءته من وسط السورة مثلا يعني ليس من أولها يستعيد فقط يستعيد فقط و لا يبسمل لماذا لأن البسملة إنما هي آية مستقلة أنزلت الفصل بين السور فتكون في بداية السور أما قول يعني إذا كانت القراءة من آيات فيها ذكر الشيطان أو الشر نستعيد أنا ما أحفظ في هذا الدليل أخت الفاضلة ولا نص و إذا كان الضمير يعود إلى الله نستعيد و نبسمل هذا كله يظهر و الله أعلم اجتهادات مبنية على ذوق فقط و ليس على نصوص ثابتة فلا أحفظ أنا في حاديث النبي عليه الصلاة و السلام ولا في الآثار عن الصحابة الكرام هذا الأمر و المسألة لا تحتاج يا نور إلى مثل هذا التعقيد و التشديد لا هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا في بداية السورة ثم يبسمل و إذا قرأ من غير بداية السورة يستعيد فقط يستعيد فقط لكن المشروع أيضا للإنسان إذا مر بآية عذاب و هو يقرأ أن يستعيد يقول مثلا مر بذكر النار أعوذ بالله من النار مثلا مر بآيات فيها ذكر المعذبين أعوذ بالله تعالى من سبيلهم و شأنهم مثلا مر بآية رحمة يسأل الله عز وجل بهذه السهولة أما قضية والله هذا التقسيم هذه اجتهادات يظهر والله أعلم قائمة على استحسان ليس عليه دليل بارك الله فيك نور من العراق تسأل تقول عند الصلاة يعني بعد دعاء الاستفتاح نستعيد ثم نقرأ طبعا الفاتحة وبعدين تذكر يعني ما يتعلق بالاستعاذة بعد قراءة الفاتحة يا أختي نور بارك الله فيك أولا بالنسبة للصلاة الاستعاذة لا تكون إلا في أول الصلاة لأن القراءة في الصلاة واحد هكذا نص الفقهة على أن القراءة في الصلاة واحد ولذلك الله عز وجل قال و إذا قرأت القرآن فاستعد بالله من الشيطان الرجيم فيكفينا أن نستعيد مرة واحدة مثل أنت الآن جاسة تقرأين القرآن خارج الصلاة قرأتي من أول القرآن أتيت بالاستعاذة و البسملة في سورة الفاتحة انتهيت من الفاتحة انتقلت إلى سورة البقرة ماذا تقرأين البسملة فقط ما ترجعين وتقرأين الاستعاذة مرة ثانية لماذا؟ لأنك استفتحت في بداية القراءة فما تكررينها مرة ثانية إنما تقرأين البسملة التي هي آية أنزلت الفصل بين السورة خلصت البقرة انتقلت إلى آل عمران ما في حاجة أنك تستعيدين بالله تعالى من الشيطان الرجيم و إنما تقرأين البسملة تقرأين البسملة كذلك في الصلاة تستعيدين في أول الصلاة بعد ما تكبرين تكبيرة الإحرام وتأتين بدعاء الاستفتاح تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة لما تقرأين سورة بعد الفاتحة هل تقرأينها تقرأين سورة من أولها إذا قلت نعم يستحب أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم إذا قلت لا آيات ما في حاجة لا تستعيدين ولا تبسملين واضح ما في حاجة كذلك في الركعة الثانية ما تستعيدين وإنما تبسملين للفاتحة أو تبسملين لسورة بعد الفاتحة إذا قرأت من أولها وإذا لم تكن قد قرأت أو لم تكن لتريدين أن تقرأ سورة من أولها يكفيك الاستعاذة بارك الله فيك واضح هذا هو الذي يظهر أنه الصواب ولكن هذا لو أن شخصا مثلا استعاذ وبسمل ما نستطيع أن نقول بأنك ابتدعت أو خالفت لأن هذا أحيانا قد يفهمه بعض الفقهة و يعني مثلا يكرر الاستعاذة مرة ثانية يعني ذكر بعض الفقهة بأن كلما عاد إلى القراءة استعاذ لكن الذي يظهر بأن الاستعاذة لا تكون في الصلاة إلا في مرة واحدة وهذا والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم نور من العراق تقول بأنها يعني هي تقول تحدثت سابقا معي حول مرضها وسفرها و شيء من هذا القبيل عموما هي تقول بأنها هي لما تسافر تجمع وتقصر تجمع الظهر والعصر وتقصر الظهر والعصر صل الظهر ثم العصر تقول المغرب والعشاء حصل عندي خطأ كبير جدا وهو أنها تصلي العشاء أولا ثم المغرب ثانيا تقول وتكرر معي هذا كثيرا أختي نور بارك الله فيك بالنسبة للصلوات الخمس جاءت مرتبة في كتاب الله و في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم و لا يجوز الإنسان أن يقدم صلاة على صلاة إلا بدليل و الدليل هو مثلا النسيان إذا حصل نسيان مثلا فإن الترتيب يسقط في مثل هذه الحالة كما نص على ذلك كثير من أهل العلم أما أن يتعمد الإنسان فيأتي بالصلاة قبل الصلاة فصلاته الثانية غير الصلاته الأولى غير صحيحة فأنت فيما مضى من الصلوات اللي صليتيها تصلينا المغرب فقط و لم تصلي العشاء لأن العشاء صليتها في غير وقتها الله جل وعلا قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فلذلك بارك الله فيك في ذمتك الآن صلاة العشاء لهذه الأوقات اللي تصليتها خلال سفرك عليك أن تجتهدي بارك الله فيك في معرفة عدد الصلوات اللي فاتتك وتقضينها الآن تقضينها مع كل صلاة صلاة مثال الفائتة تقدم الفائتة أمل الحاضرة هذه و لذلك يقول مثلا لو أن إنسانا فاتته صلاة العصر و حضر الصلاة المغرب و هو لم يصلي العصر هل يصلي الحاضرة اللي هي المغرب ثم يصلي الفائتة اللي هي العصر اللي فات وقتها ها قولان لأهل العلم و الراجح أيضا وجوب الترتيب بين الفوائت وجوب الترتيب بين الفوائت و لا يسقط الترتيب إلا في حالتين الحالة الأولى النسيان و الحالة الثانية في غير تذكر الصلاة في غير يومها في غير يوم يعني ما تذكر صلاة العصر إلا في اليوم الثاني نقول لسل العصر فقط ولا تقضي ما بعد صلاة العصر لأنه فات اليوم فات اليوم هكذا نص العلمة عموما يا نور بارك الله فيك ذمتك مشغولة الآن بصلاة العشة طوال هذه السفرات اللي سافرتيها و حاولي تحرصين تجتهدين على كم عدد هذه الصلوات و تصليينها و إذا ترددت زيدي و زيادة خير إن شاء الله لأنها تعتبر لك سنة نور من العراق تقول يعني بأنها قالت مفتلى بالسحر و من سنتين تقريبا و هي تعالج تقول ما زال السحر موجودا و ما أعرف سبب تأخر العلاج أختي نور بارك الله فيك و أسأل الله تعالى أن يمنى عليك بالشفاء العاجل و أسأله جل وعلا أن يكتب أجرك و أن يتولاك سبحانه و تعالى أختي الفاضلة الأمور كلها بيد الله عز و جل لأن الله تعالى هو الشافي و إذا مردته فهو يشفين و لذلك الشفاء بيد الله عز و جل وتأكدي تأكدي بأن هذا التأخير إنما هو خير لك فالله جل وعلا عزيز حكيم و عليم خبير سبحانه و تعالى و الآن أنت في حالة اختبار و امتحان فأر الله عز و جل منك صدق التوكل عليه سبحانه و تعالى و الاعتماد و توفيض الأمر إليه سبحانه و تعالى أر الله عز و جل ما يعني استقر عندك من إيمان به سبحانه و تعالى فالله جل وعلا له الحكمة البالغة في تأخير العلاج و الشفاء و لذلك أيوب عليه السلام هو نبي مرسل ينزل إليه جبريل أيوب عليه السلام ينزل إليه جبريل و نبي مرسل بقي في البلاء ثمانية عشر عاما فمنطعشر سنة و هو يعاني حتى اختفى لم مثل ما يقولون أصبح جلدا و عظما و مع ذلك صابر محتسب لله عز و جل و المقصود يا أخت الفاضلة أنت لو تأملت ما أنت فيه الآن و ما لك من الأجر يمكن الله العليم يمكن بعض الناس الأقوية اللي ولله الحمد عندهم صبر و اعتماد على الله يقول اللهم لك الحمد يتمنون ما هم فيه لماذا لأن العاقبة حميدة بإذن الله عز و جل صحيح الآن لا يتمنى المرض ولا يتمنى البقاء في المرض ولا يستشرف للأمراض لكن إذا ابتلي عليه أن يصبر و أن يحتسب النبي عليه الصلاة و السلام أخبر بأن أهل العافية يوم القيامة يتمنون ما كان عليه أهل الابتلاءات لأنهم يرون أهل الابتلاء يمشون على الأرض و ليس عليهم خطيئة ولا خطيئة يكفر الله عز و جل عنهم الذنوب و الخطايا و الآثام فأنت يا أخد الفاضل احتسب الأجر و لا تختبرين الله عز و جل أن يجعلك وقت معين مثلا للشفاء أو كذا الأمر بيد الله عز و جل و لما تسلمين أمرك إلى الله تعالى تسليم مطلق ثقي بربك سبحانه وتعالى و أحسن الظن به فالله جل وعلا له الحكمة البالقة في ذلك و لذلك قال جل وعلا و عسى أن تكرهوا شيئا و هو خير لكم و عسى أن تحبوا شيئا و هو شر لكم و الله يعلم و أنتم لا تعلمون و بالنسبة لك أنت مشروع و لله الحمد تسلكين المسالك الطبيعية من الذهاب إلى المستشفيات أو العيادات مثلا و الطرق الشرعية من الرقية مثلا ترقين نفسك أو تستعينين بمن يرقيك هذا أمر مشروع و لله الحمد مع اعتقاد بأن هذه كل مجرد أسباب و لا تفصلينها عن مسببها جل وعلا و تقدس و لذلك هذا سبب قد يؤثر و قد لا يؤثر لأن الأمور كلها بيد الله عز وجل و أكثر من قول إنا لله و إنا إليه راجعون و أحرصي بارك الله فيك على كثرة الطاعة و العبادة و أيضا مسألة الرقية و الدعاء لا بد أن يكون هناك تفويض كامل لله عز وجل لأن من الناس يا نور من عنده تردد عنده أمور أخرى في قضية الرقية و في قضية الدعاء يفكر بأشياء ربما ما خلص قلبه لله عز وجل فيحرص الإنسان أن يفوض أمره إلى الله عز وجل و تسلي يا أخت الفاضلة بما كان عليه الأنبياء و الصالحين و الأولياء الأنبياء عليهم الصلاة و السلام ابتلوا ابتلاءات عظيمة ذكرت لك أيوب أنا النبي عليه الصلاة و السلام مرت به محطات خطيرة جدا في حياتي صلى الله و سلم و هو من؟ هو سيد الخلق و أشرف الخلق و أفضل الخلق و مع ذلك صبر عليه الصلاة و السلام حتى يكون أسوأ لك و لأمثالك تقتديم بالنبي عليه الصلاة و السلام تشوفين كيف كان يتعامل مع الأمراض و الأسقام و الإبتلاءات صلواته ربي و سلامه عليه نور من العراق تقول أنا كنت حافظ القرآن و كنت أقوم الليل لكن مؤخرا بدأت عندي مشكلة غريبة و هي النسيان حتى وصل الأمر إلى الفاتحة و بدأت أنساها يعني تقول ما العمل أختي نور بارك الله فيك لا شك بأن يظهر والله تعالى المرض الذي عندك و الإبتلاء الذي معك سبب لك مثل هذا الأمر لكن عليك أن تجاهدي نفسك و أن تجاهدي هذا الشيطان و أن تحرصي على أن تلتزم كتاب الله سبحانه و تعالى قدر المستطاع و لو يعني صليتي بفتح المصحف حتى يعينك على تذكر ما كنت تحفظينه و بالنسبة لك أختي الفاضلة ليس عليك إثم و لا خطيئة لأن هذا ليس بإرادتك و لا بقصدك و لا بنيتك أنت ما نويت تنسين القرآن و لا قصدت ذلك ما عليك شيء و لله الحمد لكن أنت قاومي و جاهدي نفسك و جاهدي هذا الشيطان الذي يحاول أن ينسيك و إن شاء الله مع الوقت بإذن الله تجدين العافية أم مريم من فرنسا تسأل تقول في أخت تصلي التراويح و تحمل القرآن و تنوي الختمة بذلك أختي أم مريم بارك الله فيك إذا كان سؤالك عن امرأة تصلي التراويح خلف الإمام و تحمل المصحب بنية الختمة لا ختمة لها الختمة للإمام و هي لها أجر المتاء أجر الصلاة و أجر المتابعة أما إذا كانت هي لوحدة تقوم الليل و تفتح المصحف و تختم نعم إذا ختمت القرآن لها ختمة في ذلك و لله الحمد و المن أم مريم من فرنسا بارك الله فيها تسأل تقول يعني بالنسبة لصلاة النافلة هل هي كصلاة الفريضة فيما يتعلق بالأذكار و الصلاة الإبراهيمية أختي أم مريم بارك الله فيك و رضي عنك بالنسبة لصلاة النافلة كالفريضة سواء بسواء إلا فيما استثناه الشرع من ذلك مثلا الجلوس في النافلة مع القدرة على القيام يعني هذا مما رخص فيه النبي صلى الله عليه و آله و سلم كذلك قطع النافلة بعد الشروع فيها هذا أيضا مما هو جائز في قول جماهير أهل العلم بخلاف الفريضة فالله جل وعلا قال وَلَا تُبْطُلُوا أَعْمَالَكُمْ وَهَذَا فَالْفَرِيضَةَ أما بقية الأعمال و الأقوال التي في الفريضة هي التي تكون في النافلة فمثلا الصلاة الإبراهيمية في النافلة مثل الصلاة الإبراهيمية في الفريضة سواء بسواء ما في تغير في هذا إلا في مثلا الصيار كذلك الأذكار الركوع سبحانه ربي العظيم السجود سبحانه ربي الأعلى سمع الله لمن حمد ربنا و لك الحمد هذه الصلاة النافلة كالفريضة بارك الله فيك إلا ما استثناه الشارع من جواز بعض الأعمال في النافلة كما ذكرت أنا قبل قليل نعم تفضلوا طيب أم مريم من فرنسا تسأل تقول يعني بأنها أحيانا تصل لديها صعوبة في حفظ القرآن و يعني تسأل تقول هل الأفضل الاستمرار على الورد اليومي أم الحفظ أختي أم مريم بارك الله فيك دائما القاعدة الشرعية عندنا تحصيل المصالح كلها إذا أمكن تحصيل المصالح كلها إذا أمكن فالحفظ مصلحة و القراءة مصلحة و الورد اليوم مصلحة شرعية كل هذه مصالح شرعية دينية و غير ذلك يعني فإذا كان الإنسان يستطيع يجمع هذه كلها طيب تقول إن أنا عندي صعوبة في الحفظ و هذه الصعوبة يكون هناك هدر في الوقت يعني أمكت ساعتين ثلاثة ما أحفظ إلا آيتين ثلاثة أقول لك لا انتقلي إلى الختمات انتقلي إلى القراءة انتقلي إلى قراءة يعني جعل ورد يومي مثلا و تختمين مثلا كل عشرة أيام أو كل أسبوع مثلا أفضل مدام أن عندك صعوبة في الحفظ و الصعوبة هذه يحصل عندك هدر يعني يذهب الوقت ساعة ساعتين أنت ما حفظت خمس آيات أو ما حفظت ثلاثة آيات مثلا لا أقول انتقلي إلى و إذا كنت حاب الحفظ اجعل وقت معين للحفظ و وقت معين للقراءة فضلي عبد الواحد السلام عليكم عليكم السلامة الله و رحمة الله الشيخة فتاوان فضل فضلي عبد الواحد نعم كانت سؤالين الأول عندنا إمام يصلي بنا في الجزائر ولكن يخطى في الفاتحة رغم إرشاداته عدة مرات أكثر من خلص مرات يقول إياك نعبدو و إياك هكذا هذا بالطريقة اللي يقول لك يا شيخ نعم نسح هذا والكلام اللي يقوله رغم الإرشادات ولكن يخطى أما في السجد الرقوع سريع كثير عندما يقول سبحانه ربي الأعلى ربما يسرع مباشرة تؤذرهم الاتجاهات وتوجيهات إليه دائما يختار هذه الطريقة سؤال الثاني المرأة اللي يقاتلك البارحة قضية القراءة في الماء أو الرقية في الماء هي لد 27 يختم الموظم المسجد أنها في الجزائر الفاتحة القرآن يسجدون عندما يقرأ الإمام في هذه الطريقة يقرأ فيها الإمام يجيبوا قاع القراءة و يحطهم قدام الشيخ ولكن مشي في الدعاء في القراءة القرآن عندما يختم القرآن يقرأ هذه القراءة يفتحهم قاع و يبقى و ينتظروا عندما ينتهي الإمام يدخوا هذه القراءة و يقول لك هذا بالنسبة لي نحن نتبعوا الأحاديث غير صحيحة ولكن أنت هي مفهماتك شبالي بلان القراءة هذو لي شمس المسجد و أين مياتهم من البيوت لكن أنا اللي فهمت يا عبد الواحد أن مياتهم بالقوارير هذه من البيوت و يضعونها في المسجد و يفتحون الأغطية إذا قرأ الإمام في الصلاة و دعا يقولون بأن البركة تنزل في هذه المياه هذا هذه الطريقة ولكن نحن ننكر على ذلك ولكن معظم الناس يدهنوا بهذا الشيء لأن لماذا؟ لأن هل يتلمون في السنة ولا ولا حتى السلف الصالح يعني أنت الآن لما الرقية المعروفة عند السلف الصالح هي القراءة مباشرة ينفذ في الماء و يقرأ أو يسربها و يقرأ للأخير نشأى الله الشفاء من عنده أنت عبد الواحد الآن عندنا هذه مشيقة نسي دعا بعض المساجد هذه الأشياء ولكن من العامة لأن لأن نعلمون لقاء طريقة هذه هذه توجه إسرادات وتوجهاتهم و بارك الله فيك الشيخ والحمد لله و أشكرك على هذا القناة دائما نتابعونك بإخلاص وإشهاد و أصلى الله التوفيق لك و للإشهاد آمين شكرا شكرا عبد الواحد فضليم السلطان سلام عليكم شيخ سلام سباركاته شيخ الله كان أصلي العشة دائما يعني صلي لن ينام و أخلي الشفع الوتر الساعة الثلاثة نكون كل مرة بس الحين تغير شوي الوقت يعني صار الليل يعني نقصع أكثر ف هالي مرة آخر مرة صليت الفجر و صليت العشة و و نمت يوم نشيت خلاص يأدمن الفجر بدون ما صلي الشفع الوتر صليتهم بالشروق ركعتين ركعتين فهل جائز ولا مجائز يعني عم إن شاء الله أب شريم سلطان أب شريم سلطان أب شريم فضلي أمو محمد السلام عليكم عليكم السلام و افتر الله و بركاته يا شيخ أحد الأخوات حلفت أن لا تدخل بيت والدها بسبب المشاكل و اندخلت لأن أموها مريضة والآن تريد أن تكفر عن يمينها هي لا تستطيع أن تجمع عشر مساكين تقول أنها يقول لها أحد الأشخاص أنه لو وزعت أرز ثلاثة أو أربعة كيلو فهذا يكفي لكن بعض الأشخاص يقول عليها أن توزع أكثر أو مبلغ وقدرهم ستعشر ألف ريال يا محمد هي قادرة على قيمة الكفارة لكن مش قادرة على أن تجمع عشر مساكين هذا قصدك أحد تضل يا محمد لا تقدر تجمع مبلغ كثير هم يقبلوا عليه أكثر لكن هي ما تقدر تقول طيب شاء الله يا محمد سؤال الثاني مسؤال واحد طيب أهلا وسهلا فضل يوم فهد عفوا أبو فهد أبو فهد من السعودية فضل أبو فهد السلام عليكم عليكم السلام بكتور سؤال واحد أنا بالنسبة للإذكار أجل لا إله إلا الله أحده ولا شريكه والاستغفار وسبحان الله بحمده يعني مياه مياه يعني أحسرها على مياه وبعدين نصير أذكار مطلقة فهل هذا صحيح ولا لا قصدك هذا بعد الصلوات يعني لا لا مطلقة يعني أذكار مطلقة نعم مطلقة بس أنا حصرها مياه طيب يعني كل ذكر مياه من الله إلا الله إلا الله إلا شريك وإلا شريك وإلا الحمد وإلا كل شيء مياه إن شاء الله أبشر إلا استغفار مياه إن شاء الله شكرا على ذلك العالم مرحبا طيب أرجع إلى الأسئلة بارك الله في الجميع أم مريم من فرنسا بارك الله فيها تقول هناك مجموعة من أخواني و أخواتي من الذكور اللي نتقول حينا نجتمع عبر برنامج زوم ونقرأ مثلا نقول نقرك نعمل ختمة كل واحد يقرأ مثلا وجه من القرآن أختي أم مريم بارك الله فيك إذا كانت صورة المسألة كما فهمت و هي أنكم تجتمعون عبر إحدى برامج النقل هذه الصوت و الصورة و أنتم إخوة و أخوات و كل واحد يقرأ وجه من القرآن لغرض الختم يظهر لي بأن لا بأس بذلك لا بأس بذلك هذا كأنه مجلس من مجالس الذكر و إن كانت تباعدة الأجساد لكن التقت الأصوات و الصور عبر هذا البرنامج يظهر لي بأن هذا لا بأس به و الأفضل و الأكمل يعني ترك هذا و جعل كل واحد يختم لنفسه هذا الأفضل لكن لو حصل من باب التشجيع تقولين عندنا بعض الإخوة بعض الأخوات عندهم كسل إذا لم نصنع هذه الطريقة ما يقرؤون ما في بأس هذا من باب التعاون على الخير التعاون على البر التعاون على التقوى و القراءة بكل واحد يقرأ وجه أو وجهين لا حرج في ذلك و الله أعلم عبد الواحد من الجزائر يقول عندنا إمام يعني يصلي بنا يخطئ في الفاتحة و قرأ قال يقول إياك نعبد و إياك إياك نستعين و هو سريع يعني الانتقال في الركوع و السجود فيسأل عن ذلك عبد الواحد بارك الله فيك بالنسبة لإمام المسجد لا شك بأنه ضامن و إمامة الناس في الصلاة نعمة من نعم الله عز وجل يومنه بها جل وعلا على من يشاء من عباده و لذلك صحى عن النبي عليه الصلاة و السلام أنه قال الإمام ضامن و المؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة و أغفر للمؤذنين و اختلف العلماء في الأفضلية بين الإمامة أو الأذان و المسألة هذه مبحوثة في كتب الفقه لكن الشاهد أن الإمامة هذه يعني رتبة سنية و مكانة علية و الإنسان يتقدم هؤلاء المصلين و يصلي بهم الصلوات الخمس و يحافظه على الصلوات و على أوقات الصلوات و أيضا يقسب الأجر و ينال الثواب العظيم عند الله سبحانه و تعالى و واجب على الإمام أن يكون مؤهلا للإمامة فلا يجوز أن يتصدى للإمامة من لا يحسن الصلاة أو لا يحسن القراءة فالنبي عليه الصلاة و السلام يقول يا أم القوم أقرأكم لكتاب الله أقرأكم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة إلى آخر الحديث و لذلك من الأمور المهمة لإمام بل لجميع المصلين جميع المسلمين العناية بضبط القراءة و عدم اللحن فيها و العلماء يقسمون اللحن إلى قسمين اللحن يعني الخطأ هذا المعنى اللحن الخطأ يقسمون اللحن في القراءة إلى قسمين لحن جلي و لحن خفي أما اللحن الجلي فهو اللحن الذي تبطل به القراءة و تبطل به الصلاة و هو مثل ما جاء في الفاتحة في قراءتك حينما يسهل القارئ إياك و يخففها و يجعلها حرفاً واحداً و هذا خطأ لأن هذا نقص في أحرف قراءة الفاتحة فإياك نعبد و إياك نستعن إياك حرف لياء مشدد و هما حرفان فإذا قال إياك أسقط حرفاً إياك نعبد و إياك نستعن أسقط حرفاً من هنا و حرفاً من هنا و لذلك قراءة الفاتحة باطلة و إذا بطلت الفاتحة بطلت الصلاة و هناك أيضاً أخطاء كثيرة يعني مثلاً لما يقرأ ما لك يوم الدين مثلاً هذا جعله العلماء من اللحن الجلي كذلك صراط الذين أنعمت عليهم مثلاً هذا لحن جلي هذا لحن جلي يعني خطأ و آضح يعني يتغير به المعنى يتغير به المعنى و اللحن الجلي إما أن يكون نقص في أحرف الكلمة أو يكون في تغير المعنى أما اللحن الخفي فهو الخطأ الذي لا يغير المعنى و ليس فيه إنقاص للحروف إنما يكون فقط في المعنى لكن لا يتغير مثل قراءة القارئ الحمد لله رب العالمين يقول الحمد لله رب العالمين مثلاً قالوا هذا لحن خفي القراءة يعني الصلاة تكون مكروهة بالنسبة لمن يقرأ بمثل هذه الصورة بمثل هذه الحالة و لذلك يجب على الإمام إمام الذي عندكم يتق الله عز وجل و أن يتعلم القراءة و إن كان مرسماً مرتباً من قبل الجهة و أصر على هذا أصر على الاستمرار في مثل هذه القراءة يرفع الأمر إلى الجهة جهة المشرفة على المساجد و على الأئمة حتى يجر له فحصاً جديداً و اختباراً جديداً أو يزيحوه عن هذا المكان و يأتون بالكفؤ المناسب لهذا المكان و أما إذا كان هو متبرع من عند نفسه فيقال له تعلم أولاً ثم أم ثانياً تعال و أئم الناس في الصلاة أم الناس في الصلاة و كذلك الاستعجال في حركة الصلاة هذا أيضاً خطأ كبير و فاده فلذلك النبي عليه الصلاة و السلام في صلاة في حديث المسيح ماذا قال؟ قال ثم اركع حتى تطمئن راكعاً تطمئن راكعاً تركع تطمئن راكعاً ثم ارفع حتى تطمئن واقفاً ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ثم ارفع حتى تطمئن جالساً الطمأنين في الأعضاء في الجوارح و هي أن يعطي الإنسان عضو أن يعطي الإنسان كل عضو حقه في مكانه فالقيام يجب أن ينتصب قائماً بحيث من رأى يقول هذا قائم و لا يتكي على جدار أو على مثلاً سارية كذلك إذا ركع يحصر ظهره و يجعل رأسه حيال ظهره و يمكن كفيه من ركبتيه و يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم و لا حاجة إلى مثل هذه العجلة يقول جل وعلا قد آفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون خاشعون النبي عليه الصلاة والسلام كل من وصف صفة صلاته ذكروا كيف كان يطمئن في الصلاة و كيف كان يعطي كل عضو حقه في الصلاة صلى الله عليه وسلم بلغوا هذا الإمام نبهوه علموه و قولوا لو حتى لا تحمل أوزار من ورائك و الناس لا يرضون أن تكون صلاتهم ناقصة فضلاً عن أن تكون صلاتهم مهددة بالبطلان عبد الواحد من الجزائر طبعاً هو يعقب على سؤال بالأمس و ردنا من الأخت أمت الله في الجزائر حول حالة تقول عندهم في القرية يأتون بالقوارير في ليلة 27 و يفتحونها و مع قراءة الإمام و دعاء الإمام يأتون و يأخذون هذه القوارير اعتقاداً منهم بأن هذه القوارير قد نزلت البركة فيها بسبب هذه القراءة و هذا الدعاء و ذكرت أنا يعني تكلمت حول هذه القضية هو يصحح يقول هذا ليس عام عندنا في الجزائر و إنما يوجد عند بعض الناس و هو اعتقاد خاطئ في مسألة يعني القراءة في الماء عبد الواحد بارك الله فيك نعم يعني ما الحمد لله أغلب بلاد المسلمين الآن فيها من الخير و السنة و الاتباع الشيء الكثير و الحمد لله الآن أغلب الناس و لله الحمد عندما يقفون على قال الله قال رسول الله قال الصحابة الكرام يتركون هذه البداع و المحدثات و المخالفات و يكنسونها و لله الحمد عن صدورهم و عن بيوتهم و هذا مجرب و لله الحمد و الآن و لله الحمد و المنة كثير من المسلمين تبصروا و تعلموا و تفقهوا و بانت لهم كثير من الأمور التي ورثوها عن الآباء و الأجداد أو هي يعني بسبب البيئة الجاهلة اللي كانوا يعيشون فيها تنوروا و لله الحمد و يعني الإنسان إذا علم الحق لزمه علم الحق لزمه و بالنسبة لما ذكرت في الرقي نعم صحيح هذه الرقية عفوا هذه القراءة في الماء أنك تأتي بالماء و تقرأ فيه القرآن و نفسك يختلط بهذا الماء هذا الذي كان عليه السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم و أرضاهم و أنا ذكرت أعتقد بالأمس قلت على هذا الأسقف و الأراضي و الجدران و الشبابين كلها ستدخلها البركة من هذه القراءة مثلا يعني إذا تنزلنا على هذا الشيء و الحمد لله يعني أعتقد بأن الناس فهموا هذا الشيء و جزاك الله خير يا عبد الواحد أم سلطان من أبوظبي بارك الله فيها تقول أنا أصلي العشاء و أنام بدري ثم أقوم الساعة الثالثة و أصلي الشفع و الوتر تقول الآن بدأ الليل يقصر تقول غفوت ذاك اليوم صليت و ما قمت إلا على أذان الفجر و صليت بعد الشروق صليت يعني الوتر قضيته بعد الشروق ما حكم ذلك أختي أم سلطان بارك الله فيك فعلك صحيح نبي عليه الصلاة و السلام ثبت عنه أنه إذا فاته الوتر من الليل بسبب مرض أو شغل قضاه من النهار من وقت صلاة الضحى شفعا لا وترن فأنت إذا كنت تصلي ثلاث ركعات في الليل تصليناها من النهار أربع ركعات ركعتين ركعتين إذا كنت تصلي مثلا إحدى عشرة ركعة تصلينا 12 ركعة على السنية و الاستحباب لا على الفرض و الإلزام ما فعلتيه صحيح يا أم سلطان بارك الله فيك أم محمد من اليمن بارك الله فيها تقول إحدى الأخوات حلفت ما تدخل بيت والدها و الآن تريد الدخول لأن والدتها مريضة ماذا تفعل و تقول بالنسبة للكفارة ليس عندها القدرة على جمع الكفارة ماذا عليه يا أم محمد من اليمن بارك الله فيك بالنسبة لهذه البنت تأتي الذي هو خير و الذي هو خير دخول البيت و زيارة والدتها و السلام على والدها و لذلك النبي عليه الصلاة و السلام قال من حلف قال والله إني لا أحلف على شيء ثم أرى غيره خيرا منه إلا أتيت الذي هو خير ثم كفرت عن يميني قال عليه الصلاة و السلام من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها أتى الذي هو خير و كفر عن يمينه أو كفر عن يمينه و أتى الذي هو خير قد جاءت بألفاظ متعددة و المعنى يا أخت الفاضلة الآن يلزمها أن تذهب و أن تعود أمها و أن تسلم على أبيها و بالنسبة لها يكون بهذا قد حنثت و عليها الكفارة و الكفارة هي الوارد ذكرها في قول الله عز وجل فكفارة إطعام عاشرة مساكين من أبسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد في الصيام ثلاثة أيام فأختك هذه بارك الله فيك و إذا كانت عاجزة عن إطعام عشرة مساكين و قادرة على إطعام ما هو دون ذلك تنتقل إلى الصيام تنتقل إلى الصيام لأن الآية الكريمة فإطعام عشرة مساكين فإذا لم تستطع إلا على عدد يسير و لا تستطيع في المستقبل تنتقل إلى الصيام إذا قالت لا أنا أستطيع أنني أطعم عشر مساكين لكن على أيام ما في بأس في مثل هذه الحالة تطعم عن كل يوم مسكينا و العلماء ذكروا المقدار الذي تطعم فيه و هو نصف صاع الذي هو كيلو نصف تقريبا من الأرز و يستحبون أن يكون معه شيء من الإدام يعني المراق مثلا أو اللبن أو شيء من هذا القبيل و لو أنها مثلا يعني أعطت أحد إخوتها يطعم خمسة مثلا في مطعم هذا الشهر و الشهر القادم خمسة في مطعم وجبة نفر مثل ما يسمونه نفر في المطعم يكفي هذا و لله الحمد و المن يكفي هذا و لله الحمد و المن فضلوا يلا طيب أبو فهد من السعودية بارك الله فيه يسأل يقول يعني بالنسبة للأذكار يقول أنا أحيانا ألتزم مئة مرة قول لا إله إلا الله والاستغفار أيضا مئة مرة والتسبيح مئة مرة يقول ما حكم ذلك أبو فهد بارك الله فيك و رضي الله عنك و كتب الله أجرف تقبل الله منك أخي الفاضل تعرف أن الذكر على قسمين ذكر مطلق و ذكر مقيد الذكر المقيد لا بد من التزام عدده و لا بد من التزام الفاضه و لا بد من التزام أيضا الوقت الذي يقال فيه هذا الذكر المقيد يعني مثلا لبعد الصلوات عندنا ذكر مقيد هذا فيه أعداد و أيضا مكان و نعم ذكر الليل مثلا ذكر الصباح ذكر المساء هذا يسمى الذكر المقيد هذا الذكر المقيد الذكر المطلق سمي مطلقا لأن المسلم يعني هو مخير بالعدد مخير بالوقت و الزمان لكن لا بد من أن ينتبع إلى الهيئة و الحال يعني يأتي بالذكر على وفقها دي النبي عليه الصلاة و السلام لا يبتدع مثلا ما يسمى بالذكر الجماعي أو مثلا يأتي بالطقوس معينة يذكر فيها مثلا مثل ما كان بعض الصحابة ينكر على من جاء بعدهم من صنع بعض الأذكار الجماعية أو الأشياء التي يعني إذا ذكروا اصطحبوها معهم هذا كل مما هو منهي عنه فأنت تقول والله أنا أقول لا إله إلا الله مئة مرة طيب نعمة 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 عظيمة ولو زد فالله أكثر لو قلت تقول سبحان الله مئة مرة أستغفر الله مئة مرة هذه كلها نعمة من نعم الله عز وجل ولذلك الذكر من أعظم العبادات و من أفضل الطاعات و قد يسره الله عز وجل الذكر لا يحتاج إلى طهارة الذكر لا يحتاج إلى ستر عورة الذكر لا يحتاج إلى استقبال قبلة الذكر لا يحتاج إلى حجاب مثلا بالنسبة للمرأة الذكر لا يحتاج إلى مكان إلا الأماكن التي نهى عنها أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر الله عز وجل فيها مثل حمام لكن تذكر الله عز وجل في كل وقته في كل زمانه في كل مكانه على أي حال في الطائرة في الباخرة في القطار في السيارة في البيت في المكتب في الشارع في المسجد في الحديقة وأنت على جنبك وأنت قائم الذين يذكرون الله قيامه و قعوده و على جنوبه وفقنا الله و إياك يا أبو فهد لكل خير و بارك الله في الجميع انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج ألتقيكم غدا على خير بحول الله السلام عليكم و رحمة الله و بارك